إذن إحنا دلوقتي في آخر ساعات عام التحدي والإرادة بالنسبة للنادي الأهلي آه فعلا هو عام التحدي والإرادة ليه؟ لأن إحنا مرّينا أو النادي مرّة على مدار السنة اللي فاتت دي كلها 2019 بظروف كانت صعبة جدا ولازم نفتكر الأحداث دي ولازم نفتكر إزاي يتعامل النادي الأهلي مع كل الظروف اللي واجهته سواء داخل الملعب أو خارج الملعب أكيد حضر لكم طبعا مش نسيين حاجة زي دي 2019 الأهلي قدر أنه هو يحقق لقابين فقط بطولة الدوري وهي الأصعب في تاريخ النادي الأهلي وبطولة السوبر المحلي بعد الفوز على نادي الزمالك وما كانش فيه توفيق طبعا في بطولة دوري عبطال أفريقيا خالص بطولة كاس مصر كذلك لكن في كل الأحوال هو كان عام صعب جدا لازم نتكلم في الجزئية دي لأن إحنا عارفين اللي حصل بالضبط مع النادي الأهلي في هذا العالم